ترتيب حراس مرمى الأهلي شهد تغييرات هامة بعد ضم محمود الزنفلي قادماً من الداخلية على عقد إعارة لمدة ست أشهر حيث يظهر مصطفى شوبير كحارس أساسي بديل للمصاب محمد الشناوي فيما يعتبر الزنفلي الخيار الثاني خلال فترة غياب الشناوي تم قيد الزنفلي محلياً للاستفادة من خدماته خلال الست أشهر القادمة حتى عودت الشناوي من الإصابة التي تعرض لها في كأس أمم أفريقيا النادي أكمل إجراءات التعاقد بشكل فعال وكانت هناك محاولات سابقة لضم حارس آخر وهو محمد أبو جبل لكن انتقال الزنفلي أضفى ديناميكية مختلفة للموقف من المتوقع أن يعود الشناوي إلى القاهرة بعد جراحة ناجحة في ألمانيا حيث سيتابع برنامج العلاج والتأهيل للعودة بأفضل حال فيما يستمر الفريق في التحضير لمواجهة سموحة في ودية قادمة